فزهبت إلى أحد أمراء بني أمية وطرقت الباب خرج أحد الخدم ماذا تريدين؟ قالت أريد سيدك قال من أنت؟ قالت أخبره أني أخته الخادم يعلم أن سيده ليس له أخت فدخل إليه وقال سيدي إمرأة الدعي أنها أختك فقال أدخلها فقابلها باشا هاشا وقال من أي إخوتي أنت يرحمك الله قالت أختك لآدم قال رحمة مفطوعة والله لأكونن أول من يصلها بالله اسمعوا ماذا قالت المرأة لنتعلم الأخلاق في الطلب وأدب الطلب قالت أيها الأمير ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزاق من أجل من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق فهل عندكم شيئا ليوم التلاق فما عندكم ينفد وما عند الله باب قال أعيدي قالت ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزاق من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق فهل عندكم شيئا ليوم التلاق فما عندكم ينفد وما عند الله باب قال أعيدي فأعادت ثم قال في الرابعة أعيدي قالت لا حسبك أظنك قد فهمتني وفي الإعادة مزلة لي وما اعتدت أن أزل نفسي لغير الله قال قال والله ما أعجبني إلا حسن حديثك وأدب طلبك ولو قلت ما قلت ألف مرة لأعطيتك عن كل مرة ألف ذرهم ثم قال لخدمه اعطوها من الإماء عشرة ومن العبيد عشرة ومن الجمال عشرة ومن النوق عشرة ومن الغنم ما تشاء ومن المال فوق ما تشاء لنعمل شيئا ليوم التلاق فما عندنا ينفد وما عند الله باب اشتركوا في القناة